أصدرت محكمة الإماراتية أحكاماً جماعية بحق العشرات من النشطاء في القضية المعروفة إعلامياً بالإمارات 84 واعتبرت منظمات حقوقية الأحكام بأنها جائرة ومسيسة وتنتهك المعايير الدنيا للعدالة حيث لم تراعي القوانين الداخلية ولا الدولية مشاهدينا وجد الترحيب ضيفي هنا في الستوديو السيد أحمد شيب النعيمي الكاتب والحقوقي الإماراتي سيد أحمد ما هي قضية الإمارات 84؟ قضية الإمارات 84 بكل بساطة هي إعادة تدوير قضية الإمارات 94 والتي بدأت في عام 2012 وهي قضية حكم عليها مجموعة من الإماراتيين 94 إماراتي وتم الحكم عليهم في تلك الفترة وتراوحت الأحكام ما بين 7 سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة للمقيمين في داخل الإمارات والذي في خارج الإمارات حكم عليهم غيابياً بـ 15 سنة هذه الأحكام انتهت وانقضت للجميع في عام 2023 ويعني خلاص يفترض كان أن يطلق صراحهم جميعاً لكن هي أصلاً انتهت لمجموعة كبيرة قبل ذلك قبل تقريباً أربع سنوات وبعضهم خمس سنوات انتهت أحكامهم لكن أرادت الحكومة اليوم الحكومة الإماراتية كان لديها أسلوب في تمديد هذا الحبس وعدم إطلاق صراحهم عدم رغبة بإطلاق صراحهم بإيجاد مركز يسمى مركز المناصحة يكون الشخص يعني يخضع للمناصحة وتقرير مركز المناصحة هو الذي يعني سيطلقه أو يبقيه فكان يبقيه يبقي الجميع لا يطلق صراح أحد في ضغط دولي كان موجود من المنظمات الدولية بأن هذا يعني ما هذا الأسلوب وما هذا الوضع الذي تقومون فيه فأرادت أنها تأتي بمسرحية جديدة جهاز الأمن يأتي بمسرحية جديدة ليشرع عملية تمديد هذه الاعتقالات وعدم إطلاق صراح من لا يريد إطلاق صراحهم فعمل على أخذ نقطة بسيطة من الملف السابق القديم ألا وهي ما يسمى بلجنة العدالة والكرامة أنشئت في عام 2010 لجنة شارك فيها مجموعة من الناس وحكموا وحكمت هذه من ضمن ملف 2012 التي هي 1994 من ضمن الملف حكمت فأعادوا تدوير هذه القضية وكأنها منظمة جديدة ما هي التهم؟ التهم على أساس أنها إنشاء منظمة تأسيس منظمة إرهابية وتم محاكمتهم على قانون الصدر في عام 2014 يعني بعد اعتقالهم مش بعد إنشاءها فقط وإنما بعد اعتقالهم وهي أصلا لا تمت لموضوع الإرهاب ولا لتعريف الإرهاب حتى في القانون الإماراتي لا تمت بأي صلة فهي لجنة أسست من مجموعة من المواطنين لأجل المطالبة بحقوق المواطنة حقوق المواطنة من مسألة التصويت من مسألة حرية الرأي هكذا كانت هي هذه المطالبات الموجودة فيها والآن تحاكم على أنها منظمة إرهابية هذا أول شيء ثم إنها بقانون صدر بعدها فهو بطريقة يعني بأثر رجعي المحاكمة عليها والقانون أصلا لا يمت للجنة بأي صلة طيب منظمة إرهابية هل قامت بأي عمل إرهابي؟ طبعا ليس هناك المحاكمة خلنا نتكلم عن المحاكمة المحاكمة ليس فيها موضوع أدلة أنهم جايين بأدلة أو جايين بشيء لا هي محاكمة مسرحية فقط مسرحية لا توجد أي أدلة ودعوة الإصلاح التي تحاكم اليوم ومعها أيضا ناشطون آخرون ليسوا من دعوة الإصلاح مثل أحمد منصور ودكتور ناصر بن غيف يحاكمون وهم طبعا نحن نتكلم عن دعوة الإصلاح التي انشئت في عام 1974 وليس عليها أي جرم طوال فترة ما يولى على يعني من يقوم بها بل نحن نعلم بأن هؤلاء أكاديميون ناشطون لهم أثرهم الإيجابي في المجتمع فلما نتكلم ونسأل عن ليس عمل إرهابي يعني ما نتكلم عن عمل إرهابي نتكلم عن جريمة بسيطة يعني ما هي الجريمة البسيطة التي قاموا بها لا توجد أي جريمة ولذلك هذا ما يبرر لدى الحكومة ما تفعله من أن تكون هذه المحاكمات سرية وأن يكون هؤلاء يخفون قسريا ويحاول انتزاع اعترافات منهم خلال الإخفاء القسري ولكن لم يصيوا إلى نتيجة ولذلك أصلا منعت وسائل الإعلام منعت المنظمات الدولية من حضور المحاكمات أو حتى زيارة المعتقلين في معتقلاتهم فهذا يدل طبعا على أنه لا يوجد أي دليل ولا يوجد أي إثبات على هذه ما يسمونه بالإرهاب يعني لفتني مركز المناصحة الذي تحدثت عنه وهو يعني بما يعنيه بالرضوخ والابتعاد عن المبادئ التي قام عليها الإنسان أو يحملها الإنسان والرضوخ لولي الأمر كما يريده ولي الأمر استمرار اعتقال هؤلاء ومحاكمتهم من جديد هل يعني أنهم رفضوا الرضوخ وبيع مبادئهم وأكد لك أن وظيفة مركز المناصحة ليس تغيير الأفكار أبدا فلا يوجد شيء أصلا يراد تغيير أفكار أو أحد يراد تغيير أفكار هؤلاء ناس وطنيون لهم أثرهم وإيجابيتهم بل إنهم لو أنهم خرجوا إلى ساحة الوطن لكان لهم الدور الأمثل في رفعة الوطن وهذا كان تاريخهم أصلا يعني نحن نتكلم عن تاريخ ناس يعني نحن نتكلم على سبيل المثال أضرب مثال فقط الدكتور سلطان بن كايد القاسمي من هو؟ دكتور سلطان بن كايد القاسمي وهو رئيس دعوة الإصلاح من الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة هو استاذ أكاديمي حاصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف في السياسات التعليمية ومؤسس جامعة الاتحاد جامعة تحت يعني أنشأ جامعة في الدولة هو يساهم في ناظرة الدولة وكذلك خذ قص على ذلك هؤلاء هذه الثلة المتميزة فهم لو أرادت الدولة أن توجد مركز مناصحة يفترض أن تستخدم هؤلاء الأشخاص لأجل المناصحة للنصوص والمجرمين الذين يقومون بنقض يعني عورى الدولة ويعني يدمرون المبادئ الرئيسية للدولة الآن أنت تدمر قانون الجنائي للدولة بهذا الذي تفعله وتجرم فيه فتتكلم عن مناصحة لا يوجد مناصحة ما يراد من مركز المناصحة فقط هو تبرير التمديد فهم يأتون بهم أنزين للتمديد هذا لم تتغير أفكاره طيب أصلا وين كان موجود هو كان في الانفراد يُعذب لم يكن هناك أي مناصحة ولم يكن هناك أي دور ولذلك مسألة الزيارة ممنوعة كانت لهم حتى المقرر المقرر العام في الأمم المتحدة لاستقلالية القضاء قبريل لا يسمها طلبت من الحكومة الإماراتية زارت الإمارات في عام 2014 وطلبت من الحكومة الإماراتية زيارة السجون زيارة المعتقلين ورفضوا أمنستي طلبت ومنع أفراد أمنستي من الدخول إلى الدولة بسبب هذه الطلبات أو حضور المحكمة هيوم الراتسواتش يعني محامون عبر العالم ولذلك اليوم حينما نتكلم عن مركز المناصحة لا هو فقط الشكل الذي تضعه الإمارات والإمارات أصبحت يعني حكومة الإمارات أصبحت متمرسة في هذا الأمر فهي تضع لك عنوين يعني مثلا على سبيل المثال عندنا وزارة التسامح جميلة وزارة التسامح كذلك أول وزارة التسامح على مستوى العالم يعني لا يوجد وزارة التسامح ووزيرها شهير بالمناسبة نعم يعني أنت تتكلم عن مصائب وبلاؤي من وراء هذا التسامح أي تسامح موجود أي يعني جرائم تقام على أهل البلد إحنا نتكلم لما نتكلم لك عن موضوع على سبيل المثال التسامح إحنا اليوم لا نطلب التسامح مع المعتقلين إحنا نطلب التسامح مع أهالي المعتقلين الذين ليس لهم علاقة إحنا نتكلم عن أنا أتكلم عن والدتي تسعينية الآن هي ممنوعة من السفر منذ سنوات طويلة ممنوعة أن تزور أهلها ممنوعة أن تذهب خارج البلد أنا أتكلم عن أهلي الذين يعاقبوا العقاب جماعي زي أبناء يعني إخواني أخواتي أي تسامح أين هذا التسامح الذي تتكلم فيه وأنت تمدد الجريمة إلى ما هو أبعد مما يتخيلها الإنسان من فعل هذا من يفعل مثل هذه الجرائم وبالتالي لما تأتي وتسمع أنت كلمة مناصحة اختيار جميل مهذب وكذا تظهر الكلافتة جميلة لكن وراء هذه الجريمة جريمة حقيقية يعني اليوم أنت تتكلم عن أن القضاء الإماراتي قرر بأن هذا بعد سبع سنوات يخرج يبقى هذا عشر سنوات ولا يدري متى يخرج أي نوع من أنواع الجرائم الذي تضرب فيه قيم من قيم الدولة يعني القيمة الرئيسية اليوم استقلالية القضاء والثقة الثقة اللي موجودة من سيثق الآن في الدولة أنت مجرد ما تزعل عليه كحاكم كمؤسسة في هذه الدولة مثل المؤسسة المطلقة يدها اللي هي جهاز أمن الدولة تلعب كما تشاء نعم هو واضح سيد أحمد بأنه محمد بن زايد هو الخصم والحكم ما الذي يخشاه محمد بن زايد من هؤلاء الذين هم يعني خيرة أهل الإمارات نحن نحن اليوم حقيقة لا نشخصن الموضوع نظرين لا نربطه بشخص فقط إنما اليوم عندنا مؤسسة كاملة تقوم بجرائم جرائم واضحة وما الذي تخشاه هذا سؤال احنا خلنا نتعامل بشكل مؤسسي اليوم يا جهاز الأمن أنت قدمت أدلتك قدم الأدلة أمام المحكمة في سنة 2013 ولم يكن هناك أي دليل يدين دعوة الإصلاح بأي شيء ولما جاء بدليل على أن هناك هناك كلام حصل في داخل دعوة الإصلاح حول الدعوة إلى مظاهرات المظاهرات حق من الحقوق في دستور الإمارات موجودة لا مشكلة فيها والقانون الإماراتي في الأصل أصلاً لا يمنعها إذا أنت أخذت الترخيص وبإمكانك أنك أنت تقيم وإن كان لا يعطي تصريح طيب لكن الدعوة للمظاهرات هذه جاءت من شخص التسجيل الذي وضع جاءت من شخص هو اليوم موظف يعيش أجمل أيام في الإمارات مستمتع بوظيفته ومستمتع بحياته الجميلة نعم ووضعت على أساس كيف حصل عشان تعرف الأدلة التي عرضت في المحاكمة الدليل لم يكمل الكلام فيه لأن بقية الكلام أن أعضاء دعوة الإصلاح الذين حضروا هذا الاجتماع رفضوا فكرة المظاهرات وهو الذي كان يدعو لها فقط ويحث الآخرين ونحن طبعا ما كانوا يدرون بأن هذا يعني مدسوس أو لديه غايات يريد أن يورط الدعوة دعوة الإصلاح في شيء فبالنهاية أنت ما الذي يريده حينما يستخدم دليل مثل هذا ويدين دعوة الإصلاح بسبب دليل هو يعلم أنه كذب والدليل على ذلك وجود هذا الشخص يرتع كما يشاء في الدولة هو فقط يريد هناك عملية عملية انتقامية من هذه المجموعة لا يريدها أن تكون موجودة على الساحة الإماراتية وتقوم بدورها الدعوي الإصلاحي التربوي الاجتماعي والأمر الآخر أنه يريد أن يشيع في دولة الإمارات المجتمع الإماراتي إرهاب الدولة الذي يخشى فيه الواحد اليوم أن يقول أريد حقي أنت يا شاب إماراتي أنت مجرد نزيل في هذه الدولة لست مواطن حقوق المواطنة إنساها هذا الجواز أنا أصحب منك هو بدأ بماذا بسحب سبع جنسيات طيب هذه الجنسية التي أنت تشعر بأنها مصدر قوة لك أنا أصحبها في لحظة ولذلك ما الذي هو مطلوب منك أن تسمع وتطيع أن تقول سمعنا وأطعنا ولا أريكم إلا ما أرى هذا الرأي يعني هذا من الحكومة فأنت تتجه نحو الأنصياع وشعب كامل هكذا يساق بهذه الطريقة الضحية الرئيسية طبعا أفراد دعوة الإصلاح والمنادون بالإصلاح من الحقوقيين يقمعون طيب الحقيقة الوقت انتهى ولكن بدقيقة واحدة ما الذي يعني طول عمرها منذ نشأة دولة الإمارات كانت الناس تعيشوا براحة إلى حد ما في حرية التعبير في العمل في الحياة ما الذي تغير حتى أراد هذا النظام اليوم أن يقول للناس يجب أن تنصاعوا ويجب أن تكونوا مرعوبين مني سياسة الدولة تغيرت تماما وفما لأهدافها الجديدة لكن احنا لسنا في دولة ديمقراطية أو دولة فيها شورى تعرض خطتها الحقيقية وما ترمي إليه احنا كل يوم نكتشف شيء جديد شيء جديد ولذلك لما نربط عملية اعتقال هذه المجموعة ومنع عملها المدني الذي كان موجود مثلا على سبيل المثال كان هناك جمعية الوطنية لمقاومة التطبيع في الإمارات حينما يكون هذا العمل والقمع الشديد ثم يكون هناك تطبيع وتطبيع بشكل بشع يعني مبالغ فيه واضح أن هناك خطة خفية لدى هذه الحكومة تريد أن تطبقها والعائق هو وجود الصوت الحر العائق هو وجود ناس مخلصين لوطنهم يريدون الإصلاح ويريدون التغيير نحو الأفضل وبالتالي هي يعني واضح التغيير خوفا من أن يكون هناك عائق والشعب الإماراتي يعني هو شعب مبدئي يؤمن بدينه ويؤمن بعروبته ويؤمن بالقضايا الإسلامية والعربية ولذلك ما تتجه نحو الدولة واتجاه آخر كماما ويراد لهذا الصوت أن يصبت أشكرك جزيلا سيد أحمد الشيب النعيمي الكاتب والحقوق الإماراتي على حضورك معنا على حقوق ترجمة نانسي قنقر شكرا